اخبار والمال والأعمال مرحبا بحضرتكم في الاقتصاد إلى الرباط حيث ناقش المشاركون في دورة السادس عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية التحديث التي تواجه نموذج الحكام المالي العمومي وسبل إصلاحه لزيادة الاتساق والفعالية وتضمنت الجلسة التي جمعت خبراء مغاربة وفرنسيين مناقشات حول نموذج للحكام المالية يعتمد على تجزئة التفويض البرلماني وتزايد الخوصص مما يضع تحديات جديدة أمام المؤسسة المالية العالمية في ظل بيئة عالمية تتسم بتعقيدات متزايدة انعقد اجتماع لوزراء التقافية دول أعضاء للمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا لبحث مشروع أنبوب الغازة الأفريقية لأطلسي نايجيريا المغرب بحضور وفد مغربي الرفيع على المستوى ويهدف هذا الاجتماع لاعتماد اتفاقي بحكومي بشأن خط أنبوب الغازة الأطلسي الأفريقي حيث سيتم تقديبه للتوقيع من قبل قادة الدول الأعضاء في إكواس إلى جانب المغرب وموريطانيا قفزت سعار والنفط بنحو ثلاثة بيئة المئة بعد قرار أوبيك بلوس تأجيل خطاتها لزيادة الإنتاج وارتفعت العقود الأجل لخام برانت 2.13 دولار للبرميل إلى 75.23 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 2.15 دولار للبرميل إلى 71.64 دولار استقرت أسعار والذهب مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم لاقتصاد العالمي مع إجراءات انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة ارتفع سعر الذهب في المعاملة الفورية ب0.1% إلى 2738.29 دولار للأوقية وكان معدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار نهاية والنشر الاقتصادية شكر موصول لكم لفريق العمل إلى اللقاء